تتابع قوات النخبة في الجيش اليمني الوطني تقدمها في معركتها ضد مسلحي القاعدة في محافظة شبوة ملحقة بهم خسائر فادحة إنجازات تحققها قوات النخبة بدعم نوعي على مستوى التدريب والسلاح من قوات التحالف العربي لاسيما القوات الإماراتية دعم راسخ يبرز التأكيد على تحقيق أهداف قوات دعم الشرعية في اليمن ولا تقتصر على تحقيق النصر على المتمردين بل تمتد أيضا إلى استئصال شعفة الإرهاب بكل أشكاله من أرض اليمن يضيق الخناق على مسلحي القاعدة في اليمن أكثر فأكثر فعمليات قوات النخبة المنضوية تحت لواء الشرعية اليمنية مستمرة في مطاردتهم في محافظة شبوة لتصل إلى مدريات الروضة واردوم وخط العبر الرابط بين حضر موت وشبوة ووفقا لمصادر عسكرية يمنية تمكنت قوات النخبة من التمركز في خمس مدريات كما استحدثت نقاط تفتيش في الخط الساحلي الرابط بين عدن أبيان شبوة حضر موت وضمن تحركاتها استحدثت تلك القوات المدربة تدريبا نوعيا على يد القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي استحدثت ثقنات بجوار محطات أنابيب النفط والغاز التي طالما تعرضت لهجمات تخريبية من الإرهابيين لتتمكن بذلك وفي ضرف وجيز من تأمين كبرى مدن محافظة شبوة والقرى المحيطة بها القوات الشرعية مسنودة بقوات التحالف على رأس الأمارات العربية المتحدة قامت بعملية استباقية لضرب عناصر القاعدة المتواجدين في هذه المنطقة وتأمينها تأمين كامل وخصوصا مناطق الحيوية التي تواجدت بها مينابي الحاف والعقلة التي تعتبر كانت الهدف الرئيسي للقاعدة للسيطرة على أحدى مساطر الإمداد للدولة تطارد القاعدة في كل الاتجاهات وتتكبد المزيد من الخسارات أمر يزيد من همة قوات النخبة في مواجهة التنظيمات الإرهابية في اليمن وقد يكون النجاح الذي تحقيقه الآن في شبوة إشارة قوية على أن هدف التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية ليس فقط إنها تمرد الميليشيات الحوثية وإنما أيضا القضاء على كل الجماعات الإرهابية في اليمن وعلى رأسها القاعدة ومعنا من عمان الكاتب والباحث السياسي عبد الناصر المودع أهلا بك أستاذ عبد الناصر عبر سكاينيوز عربية قوات النخبة اليمنية وبدعم أيضا من القوات الإماراتية حققت هذا التقدم الكبير جدا وتحديدا في هذه المناطق الاستراتيجية ونجحت باستعادتها من مقاتلي داعش ولكن داعش يلقى دعم من الداخل اليمني من أحزاب يمنية على صلةهم بالحوثيين والمتمردين هل يعني ذلك أيضا القضاء على أي أمل الإرهابيين في السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية؟ مساء الخير القاعدة وليس داعش التي هي الآن موجودة في شبوة تحديدا هذه قوات تتبع القاعدة القاعدة تستغل أي حالة من حالة فراغ الدولة وتبسط سيطرتها لاحظناها في البداية كانت مسيطرة على منطقة أبيان ثم في 2015 سيطرت على المكلة حتى تم دحرها في 2016 والقاعدة تتحرك حيث لا توجد هناك سلطة رسمية سلطة تكافحها المشكلة أحيانا أنها في بعض المناطق تجد سلطة تتحالف معها لأسباب قد تكون تكتيكية وقد تكون استراتيجية أحيانا تجد غض طرف من بعض الأطراف في بعض المناطق لأسباب كثيرة ولهذا القاعدة تظل واحدة من أهم مخاطر في اليمن والتي تعاني منها اليمن حاليا الإنجاز الذي حدث الآن في شبوى يعتبر تطور مهم كون تم دحر القاعدة من مدينة عزان ومن بعض المناطق ولكن يظل خطر القاعدة خطر قائم ما دام ليس هناك من سلطة مركزية مسيطرة على جميع اليمن تحت سيطرة إدارة واحدة لأن القاعدة عندما تضرب في بعض المناطق تتحرك إلى مناطق أخرى وهنا أهمية هذه العملية التي أيضا أجبرت عناصر تنظيم القاعدة ربما بعدم اللجوء إلى المناطق الوعرة كما حصل العام الماضي في المكلة وتحديدا القضاء عليهم وعدم تغلغهم من جديد في هذه المناطق بطبيعة المعقدة المشكلة أن القاعدة عندما تجد ضغوط عليها عسكرية في بعض المناطق تنسحب بشكل لا يعرف بالضبط إلى أين تتحرك خاصة أن بعضها يدوب ويرجع إلى العمل السري العمل تحت الأرض وهنا خطورة القاعدة القاعدة أحيانا يكون خطورتها تحت الأرض أكثر من خطورتها فوق الأرض ما لم يكن هناك دولة ما لم يكن هناك أجهزة وخاصة أجهزة مخابرات تلاحق هذه العناصر في مخابئها لأنها تبقى خطرة أحيانا خطورة القاعدة أنها خطر كامن وليس خطر واضح بمعنى أنها تتحين الفرصة لتنقض على بعض المناطق أو لتقوم بعملية نوعية مدمرة كما حدث خلال مسيرة القاعدة في اليمن وغير اليمن وبالتالي هذا الإنجاز مهم ولكن يحتاج إلى أن يكون إنجاز لا نستطيع أن نقول بأنه إنجاز كامل ما لم تكن هناك سلطة كاملة تمنع القاعدة من التمدد في أي منطقة من اليمن لاحظنا أن القاعدة عندما تم الضغط عليها في أبيان تحركت باتجاه البيضة تحركت باتجاه شبوة باتجاه حضر موت في السابق الآن لا نعرف إلى أين ستتحرك القاعدة باتجاه مارب باتجاه البيضة أو أي منطقة أخرى ولهذا المشكلة أن القاعدة بحركتها هذه تتحالف مع بعض القوى لأسباب معينة أحيانا تشارك في الحرب ضد الحوثيين كما يعتقد في محافظة البيضة وأحيانا في محافظة مارب وأحيانا في محافظة الجوف ليس هناك من معلومات دقيقة وواضحة ولكن كثير من المعلومات المتواردة من هذه المناطق تقول بأن القاعدة أحيانا تكون جزء من المعارك التي تخوضها الحكومة الشرعية وهذه أحد المخاطر وأحد المحاذير التي على الحكومة الشرعية وعلى الجميع ألا يستخدم القاعدة مهما كانت الأسباب لأن القاعدة تظل خطورتها أهمية استعادة محافظة شبوة تحيير من مقاتلي القاعدة بعد كل هذا التدريب وبعد سيطرتهم على هذه أيضا المنطقة النفطية الهامة على أموال الشعب اليمني واستغلال هذه الفترة أيضا في الانقضاء على كل موارد البلاد محافظة شبوة مهمة جدا توجد بها في بلحاف أكبر منشئة يمنية وهي محطة تسجيل الغاز أيضا محافظة شبوة يمر منها أنبوب الغاز الذي يأتي من مارب إلى محطة بلحاف إلى جانب ذلك هناك بعض الحقول النفطية المنتجة في هذه المحافظة خلال الفترة الماضية كثير من هذه الحقول متوقفة إلا من عمليات السرقة ومن عمليات الاستيلاء غير الشرعي على هذه الحقول من هنا السيطرة مهمة جدا إذا استتبعها إعادة تفعيل المنشآت الاقتصادية وتحديدا منشآت بلحاف لأن هذه المنشآة في حال استعادة نشاطها ستوفر للحكومة جزء مهم من الدخل الذي تحتاج له إضافة إلى ذلك ستعطي انطباع بأن الأوضاع في اليمن بدأت تعود على الأقل في هذه المنطقة إلى استقرار ولو استقرار نسبي إضافة إلى ذلك هناك آبار نفط مهمة في منطقة جنة هانت وغيرها في حال تمكنت الحكومة من إعادة تفعيل هذه الحقول ستكون رافدا مهما في هذا الظرف الذي تعاني منها الحكومة اليمنية من شح في الأموال والموارد وبالتالي هذه العملية مهمة جدا أيضا الدورة الذي تطلع به محافظة شبوة محافظة شبوة هي محافظة تقريبا تقسم اليمن قسمين قسم شرقي وقسم غربي وبالتالي السيطرة على هذه المحافظة من قبل الحوثيين ما حصل في المكلة أيضا اليوم يعيد المشهد يمثل مشكلة كبيرة نعم ما حصل في شبوة يعيد المشهد العام الماضي في محافظة المكلة حيث نجحت قوات النخبة الإماراتية في تدريب القوات الموجودة في هذه المناطق هذا التدريب طوال عام هو ما أدى إلى نجاح أيضا هذه العملية اليوم يعني القاعدة كما ذكرت لك يتسغل أي فراغات في حال لم تكن هناك وجود لأي سلطة القاعدة تتمدد وتتحرك براحتها ولاحظنا أن القاعدة هي ليست بدالك الحجم ولا تلك القوة لأنها لم تصمد كثيرا عندما توجد كانت قوة تواجهها في حضرموت انسحبت وهربت ونفس الشيء الآن حدث في شبوة ولهذا من المهم جدا أن يكون هناك تواجد للسلطات التابعة للشرعية في جميع مناطق اليمن لتمنع القاعدة من أن تستغل مثل هكذا فراغات لتوجد لها حواض وتقوم بممارسة أنشطة وأيضا تستفيد اقتصاديا وماليا من سيطرتها على هذه المناطق من عمان الكاتب والباحث السياسي عبد الناصر المودع شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة